صاحب الفضل على كل جيله وعمل اعلى ارادات في تاريخ السينما المصرية ومحمد فؤاد العلي مش صاحبي وخلاص بقى سعودي رسمي وهيقول شلونكم يا مصاروة الفنان محمد هنيدي نجم الكوميديا وصاحب المدرسة المختلفة في التمثيل واللي بيقدر يضحكك من غير ما يبزل اي مجهود اتخرج من معهد السينما سنة 1991 بدأ هنيدي بأدوار صغيرة زي دوره في فيلم اسكندرية ليه وبقى يعمل مشهد هنا على دور هنا على لقطة هنا ده غير طبعا الأدوار اللي كان بيعملها مع علاء ولي الدين في أفلامه واللي صرح هنيدي في أكتر من مرة ان علاء صاحب فضل كبير عليه لحد ما وصل لفيلم اسماعليا رايح جاي وده كان علامة في تاريخ هنيدي لان الدور اللي عملوا في الفيلم ده عجب الناس جدا وكانت البداية الحقيقية ليه قدر بعدها هنيدي يعمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ولما نتكلم عن الفيلم ده يبقى لازم نقول عنه شوية حقيق كده ناس كتير ما تعرفهوش الفيلم ده تحديدا هو السبب الحقيقي اللي خلى السينما المصرية دلوقتي مليانا جوم كبار زي أحمد السقا ده لان الفيلم كان بداية أول سطر في تاريخ الجيل الجديد وبعدها بدأ المنتجين يدوا ثقة للشباب انهم يخدوا بطولة أفلام كتير جدا يعني نقدر نقول كده ان محمد هنيدي هو اللي فتح السكة لكل شباب جيله وهو اللي قدر يحطهم على الطريق الصح بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية واللي بالمناسبة حقق نجاح مش طبيعي وما تعملش في تاريخ السينما المصرية إرادات الفيلم ده وصلت ل27 مليون جنيه مصري طبعا أي حد هيسمع الرقم ده هيقول دلوقتي أقل فيلم بيوصل ل30 و40 بسهولة الموضوع مش بتحسب كده لو قسنا بنفس الحسابات وقتها هنلاقي رقم مخيف الفيلم ده عمل طفرة في السينما المصرية وإراداته تخطط كل الأفلام اللي بتطعرت دلوقتي إن هنيدي من ساعة فيلم اسماعيلية رايح جاي لحد يومنا ده وهو فيه منوشات بينه وبين محمد فؤاد فوقش قال قبل كده إنه قد لمحمد هنيدي فرصة ما كانش يحلم بيها بسبب دوره في الفيلم وإنه هو لنجح الفيلم لإن كل الناس كانت دخل عشان تتفرج على فن محمد فؤاد ومؤخرا ظهر مع ياسمين عز وقال إنه هو وهنيدي مش صحاب لكن هنيدي رد عليه أكتر من مرة وقال إن سبب النجاح الحقيقي للفيلم هو ربنا سبحانه وتعالى وإن ما فيش بينه وبين محمد فؤاد أي مشاكل والسبب في كل اللي بيحصل ده إن بعد نجاح فيلم اسماعيلية رايح جاي فؤاد سلم نفسه لشوية صحفيين وهم اللي شحنوا كده بالمناسبة يا جماعة هنيدي خاد الجنسية السعودية خلاص والسعوديين اتبسطوا جدا بالموضوع ده وحسوا إنه بقى خلاص مواطن سعودي وبس كده ما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن ترجمة نانسي قنقر